السلام عليكم طلاب النشيطين دائما لقد اشتقت إليكم كثيرا وأتمنى منكم أن تقوموا باستغلال هذه العطلة بأشياء قد تفيدكم نظموا أوقاتكم لجني الكثير من الفائدة ونسأل الله تعالى أن يزيل الغمة عن هذه الأمة ويرفع الأسقام والبلاء عنا وعنكم أجمعين آمين ونعود إلى مدرستنا سالمين أما الآن فدرسنا هو الاحترام ضمن مادة التربية الاجتماعية للصف الثاني الأساسي تابع معي يا بطل ما هو الاحترام؟ قد يتبادر الآن إلى ذهنك الكثير من المواقف التي حصلت أمامك وشعرت بها بمفهوم الاحترام سأطرح عليك هذه القصة الجميلة استمع جيدا في يوم من الأيام كان هناك فتاة جميلة اسمها ربا لكنها عصبية جدا وتؤذي زملائها أن نحترم زملائنا حتى يحبون الناس ويحبنا الله قبل ذلك الآن سوف نعرف الاحترام تابع معي تعريف الاحترام هو التصرف بأدب وبشكل صحيح بأقوالي وأفعالي وتعامل مع الآخرين مرة أخرى ما هو الاحترام؟ هو التصرف بأدب وبشكل صحيح بأقوالي وأفعالي وتعامل مع الآخرين كرره أكثر من مرة حتى يرسخ في ذهنك والآن فلنتابع مظاهر الاحترام مظاهر الاحترام هي المواقف التي حصلت أمامك واستشعرت بها الاحترام من مظاهر الاحترام أولا وهو أهم مظهر من مظاهر الاحترام هو أن أحترم نفسي لأنني إذا احترمت نفسي احترمت غيري لحظة فالإنسان الذي يحترم نفسه الجميع يحترمه لذلك احترم تحترم دائما احترم تحترم إذا أنت بتحترم حالك أكيد الناس كلها رح تحترمك أما المظهر الثاني احترام الوالدين فقد وصنا الله تعالى ورسوله وبالوالدين وأخذنا ذلك في درس اللغة العربية في بر الوالدين في آيات وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدين إحسانا لذا يجب علينا دائما أن نحترم والدينا إذن أول مظهر من مظاهر الاحترام احترامي لنفسي واحترامي لوالدي أيضا هل هناك مظاهر أخرى؟ فلنتابع احترام الأقارب أكيد طبعا يجب أن أحترم الأقارب بما فيهم جدي، جدتي، عمي، عمتي، خالي أحترمهم وأساعدهم وعندما يطلبوا مني شيء ألبيه لهم ضمن ما يحتاجونه رابعا أحترم الأصدقاء لذلك يا ثاني يجب أن نحترم أصدقاؤنا في المدرسة وخارج المدرسة إذا احترمت أصدقائك فقد تزيد محبة الناس لك ويكون لك أصدقاء كثيرين وإذا لم تحترم أصدقائك فسوف يبتعدوا عنك وأنت الذي تختار احترامك لأصدقائك خامسا احترام الأكبر سنا أحترم الأكبر سنا أحترم الكبير عندما أكون في مجلس وأشاهد رجلا كبير دخله ولم يتبقى له مقعد أجلسه مكاني لأنه هو كبير في السن عندما يتكلم الكبير في السن أحترم كلامه ولا أجادله لأنه هو كبير في السن سادسا احترام المديرة والمعلمات أحترم مديرتي ومعلماتي لأن ذلك سيزيد من محبتهم لي ويشعروا بأنني شخص محترم وأحترم مهما هم حولي سابعا احترام رجال الأمن والدفاع المدني فاحترام رجال الأمن والدفاع المدني لأنهم هم العيون الساهرة وهم سواعد الوطن يا ثاني لذلك يجب علي أن أقدر مجهودهم دائما بجانبنا في المواقف الصعبة والحوادث وأحترمهم دائما والآن فكر معي يا بطل هل هناك مظاهر أخرى تدل على الاحترام لعلك الآن تفكر وتفكر خذ دقيقتين وفكر بمظاهر أخرى نعم صحيح هناك مظاهر أخرى فمظاهر الاحترام لا تقتصر فقط على هذه السور وإنما هناك أيضا مظاهر أخرى للاحترام في الصورة الأولى هل بإمكانك استنتاج مظهر الاحترام الوارد بها؟ فكر جيدا نعم فاحترام إشارة المرور والالتزام بها هي أيضا من مظاهر الاحترام أما الصورة الثانية شاهدها معي جيدا أحترم ما مظهر الاحترام الوارد في الصورة فكر يا بطل نعم أحترم النظام أحسنت رائع جدا فاحترام النظام أيضا من المظاهر الواردة في الاحترام ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ أحسنتم إنه يحترم ذوي الإعاقة ويعطف عليهم ويساعدهم فلا أسخر منهم لأن هذا من رب العالمين لذلك يجب دائما أن أساعد ذوي الإعاقة وأعطف عليهم ولا أسخر منهم أيضا احترام التنوع هو أيضا من مظاهر الاحترام التنوع أن أحترم جميع الأشكال والأعراق والاختلاف بين سكان الأرض فهناك الأبيض وهناك الأسود فهناك الطويل والقصير أيضا هناك المسلم هناك المسيحي أحترم هذا التنوع والاختلاف ولا أتدخل في خصوصيات الآخرين أهمية الاحترام نحن ندرس الاحترام ونريد منكم أن تطبقوه لأنه شيء مهم جدا فمن خلاله أحصل على الأجر والثواب من الله تعالى ونشر المحبة بين الناس كلما كنت إنسان محترم وتحترم الآخرين يحترمون ويحبونك وتزيد محبتك ويزيد أصدقائك والناس جميعها تكون حولك عندما تحتاجهم لأنك شخصية محترمة أيضا تقبل الآخرين لنا فالإنسان المحترم الجميع يقبله ويحبه ويريد أن يكون زميله وصديقه دائما لا ننسى أن نحترم إخواننا الكبار فأنا أحترم أخي الكبير أيضا والآن يا بطل بعد تعرفك على مفهوم الاحترام عليك حل تمارين الكتاب شاهد جيدا في هذا الحديث أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاحترام الكبير والعطف على الصغير فقال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا إذا رسولنا الكريم أوصانا بذلك فما عليك إلا الالتزام بل احترام فقد أوصان الله ورسوله باحترام الكبار والصغار واحترام الجميع لأنها سمى طيبة تجلب جميع الناس حولك ومحبتهم أيضا تزيد لك شاهد النشاط الثالث وهذا النشاط الرابع حل تمارين الكتاب